اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي حاط السؤال هذا معناته متابعني عدل ايه انا اقول لك شنو طاري سالفة او الشياب طاري الامر هذا اه بدايت في السوشال ميديا وبالشهرة لم تكن مخطط لها اطلاقا يعني انا ما خطط لها ولا كان الهدف ان انا انتشر وابدا مطلقا يعني واجت بالصدفة فانا طبعا بدايتي كانت بالطبخ ان انا اعلم الناس وانا اطبخ وكانت في القاهرة الشهرة كان في بيتنا بالقاهرة وما كنت اطلع ويهي يعني الطبخة اولا انا مقتنع ان انا اقعد اصور سيلفي ولا ما لا معنى يعني ما فيه هدف الا انا باعلم هذا تحين المبارقة تحكين عن بدايتك مع السوشال ميديا لا انا علشان هالسؤال هالطرب هالك هذا هالسالفة لان اللي حط السؤال هذا ذكي ومتابعني عدل فلما اشتهرت شوية او مشى الامر معاي الناس قامت تتابعني تقول لي الناس طبعا ضمن الاسئلة صوتك يعني كبير مرة كبيرة او يعني كبيرة بالسن ايه فمو رابطين الامر هذا فانا اخذتها مزحة قلت لهم تصدقون انا صغيرة عمري 9 سنوات 8 سنوات كنت اغني يعني عندنا قبل في البخار او البخار يطلع صده فاقعد انا واخواني واخواتي وقعد اغني اعتقدت ان صوتي حلو فكنت اضحك مع المتابعين اقولهم تصدقون انا كنت بيصير مطربة بس ابوه تعمني والحمد لله انا تعمني يعني ما هو نقصا في او ما هو يعني انا اتكلم عن الطرب لكن صوتي نشاز يعني مو مالطرب نهائيا يعني فهذه قصة هذا قصة الطرب نعم هذه قصة الطرب انت حين ذكرتين البداية شلون كانت مع عالم السوشال ميديا وكنت في القاهرة في بيتكم نعم وكنت تصورين الطباخ كانت البداية انستجرام تويتر لا لا كان البداية انا اقول لك ابو تركي بداية تويتر تويتر انا من عشاق تويتر احب الاخبار السياسية الاخبار المحلية احب مقتطفات شعر او نثر او يعني قصيدة يعني منها الامور هذه ومشيت مع تويتر مدة فترة معينة لكن شعرت انه مؤانه يعني فقط للمتابعة هذه الشغلة طلع الانستجرام فبديت بالانستجرام بالطبخ لكن سناب بديت فيه بالقاهرة ايه سناب شاد كانت بدايتها بالقاهرة بالقاهرة ما كنت تعرف وطبعا الى الان لو تقول لي يعني الحين انا عيالي قضويني من الايد اللي تعورني يعني لونا يضيع السيكرت نمبر ما ادريش تسووني هذا ترى انا اضيع ما اعرف شي يعني 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 انا مع التكنولوجيا اعداء يعني ما اعرف انا او ما يسول لحساب ايه ايه بس وخوصنا ايه فبدايتي في سناب شاد بالطبخ كانت بالقاهرة نعم وما توقعت انه انا اوصل الحين هالمكان واطلع بالتلفزيون واضواء وشهرة ما يعني ما كان في الحسبان هذا الامر اطلاقا اطلاقا لكن انا اقول لك منها طلع مكنوني الداخلي ان انا ابي اقول حق الناس ان مجال السوشال ميديا بانواعها اتمنى ان يكون هادف ما يكون لي اشياء اخرى يعني ما احترامي الشديد في ناس تسوي نفسها يعني مثل الاراقوز او يعني تضحك على غير معنى ممكن تقلل من شأنها يعني على نفسها وعلى اهلا او على قربة ايه فان هذا الامر والله يؤلمني يضايقني شوي حلو الواحد انه يشعر انه في شيء قيمة يعني قميضة انا اقول قميضة عندنا هالوسائل هذه ما استغلها في هدف فبما اني ام وجدة لثلاثة احفاد الله يحفظ الله واخت وبنت يعني عندي ام فحاولت انه انا اقرب المسافات سواء بالطبخ بكلمة توجيه بتعلوم او علمة معلومة معينة علم لشيء ممكن انه يستفاد منه فظهرت وانا اطبخ قمت اقول والله لزمي بيتك والله طبخي هالطبخة لحد غلبك اذا سويت حطيت السيكرت الفلاني او السر الفلاني بالطبخة ترى راح تنحبين اكثر لا تقلمين احد بالسوشيل اربعمائة الف يتابع يعني شون سر فاصبح كانت تخاطبينها لوحدها يعني رسالة للشخص نفس نعم فاصبحت انا اشعر ان انا قريبة منهم بعدين في نقطة معينة ما عرف امثل فاشلة بالتمثيل اذا ما تقدمينه هو حقيقة حقيقة هو نابع من القلب ترى هذه جدوري وهذه ملاليسي وهذا مطبخي وهذا مكاني ما حولت انه اكثر انا علمت على الطباخ مبارك انا قل سألوني السؤال يعني بالسابق ويدين بالفضل لاشخاص كثيرة جدتي امي خالتي جدت اولادي وخالتي اخت امي وطبعا كل واحدة لها يعني دور بقصة معينة يعني فتعلمت الكثير وبعدين انا اقول لك بنات افكاري الحين تطورت بنات افكاري خاطبوني يعني اطيعهم مرات والله ويطلع تطلع صح الطبخة فرش شي جديد ايه يعني ممكن تضيف شي طبعا من حسب مو الخبرة الممارسة صح صح الممارسة ممكن تضيف شي اقول والله تنا كمبنيشن حلو يعني تنا تنا شي والم شي يعني كمبنيشن حلو اشتركوا في القناة بناتنا بالكويت انا تكلم عن بناتنا بالخليج والوطن العربي انا برأيي بمنظوري الشخصي ان كل سيدة تخلق وتوجد يعني على هذه الارض هي طباخة بالفطرة تعرف تطبخ يعني ما في تقول لي والله بنت ما تعرف تكشد بيضة اللي تشدي ترى هاي تدلع يعني تسوي روحها ما تعرف او لهم الصج يعرفون نعم بقيت لك بالفطرة هذه قناعاتي الشخصية انا انا ما اقتنع بهالشي ليش لان الفتاة تولد او توجد تنوجد على هذه الارض منها هي ام الام شلون تبي تكبر ولدها ترضي اه تنمي اذا كبر صار ثمان تشهر عشر تشهر تهرس لبطاطا ولا تهرس لكوسة طيب من بيسوي البطاطا والكوسة من بيفوحها الان هم اللي يسوونها صراحة لا انا بولك مع لي مع ليش بوترك انت سألتني سؤال يعني قلت لي ما رأيك بالفتاة يعني الكويتية انا تكلم الان بشكل عام ان المرأة تخلق بقناعاتي انا انه هي تعرف تطبخ بالفطرة ليش في علاقة الأم الأمومة مع ابنها او طفلها او رضيئها لكن ادخلت علينا امور الان احنا ما نقدر يعني ننكر انه في امور ثانية ادخلت في الحياة عندنا عندنا تسهيل مادي ممكن انا الاسستنت او المساعدات اللي يوننا يدخلون يعني تساعدني تطبخ عني تشيل البيبي عني او تقصلي بصلاة وتقصلي طماطة لكن اذا اينا للجد الجد تضح ان المرأة الكويتية خاصة اطلعت ايام الازمات اخبزت هذا ما يختلف علي اثنين اخبزت يعني انا ما انكر ان المرأة قلتلك هي بالفطرة تعرف بالازمة طبخنا وعيننا وخبزنا وكي شي يسوي وقاومة واستشهدة نعم لا هذا انا ما بيادخل في هذا المرأة تتكلمين عن هذه الحقبة يعني مبارك ما يختلف عليها لكن اليوم اتكلم عن الدلع لقاعدة ما في نساء ما هي بالضرورة بالضرورة تصير ام على فكرة بتركي ما الله يكتب لها النصيب ببعضهم ما الله يرزقهم اطفال معلش ترى انا يعني من المتعارف علينا انا نصيرة المرأة وليحقش ما في ايش وياش لكن انا يعني اعقب على كلامك الحداثة اللي ادخلت علينا في المجتمع هي اللي خلت المرأة تكون اتكالية قليلا بشكل قليل لكن اللي جينا للجد ترى موجودة اكثر الاسئلة اللي يسئلونك بالطباخ شين يسئلونك لما تقدمين بالطبخة يديدة ولا شغلة مميزة شي يسئلونك اكثر شي يعني يسئلوني بالطبخة بالطبخة ريسابيز يعني هل قاعد يهتمون بالمقادير وكذا وكذا جدا والله وشي الاهتمامات والله جدا انا اقول لك عن شغلة وانا فوجئت فيها والعتب على الامهات انا اعتب كثير على امهات كثيرة في بيوت ما علمت بنيتها اساسات او اساسيات المطبخ المطبخ لها اساس لا خصوصيت اي انا اقول لكم انا اقول لك قصة وانت ابني عليها الباقي وانا طفلة صغيرة كان في طبلية تنحط بالنص يلفون فيها جدتي وامي وخالاتي يلفون فيها ورق عنب طبلية بالارض شنو كان دورنا احنا ست سنوات وسبع سنوات احنا نقطع بس عنقود العنب ونحطها لهم اوه ما يحف هذا الشي انا الى الان شم عمري الحين الى الان انا اذكرها انا اقعد على الارض وشوفها هذه شون تلف اكو ناس تلف ورق عنب بايدها براحات ايدها تحطها هني وتسوي تذي وتسكرها انا الى الان ما اعرف الحركة هذه لو شو تقطعني ما اعرف انا لفها على الطاولة على الطبلية اللي انا تعلمت عليها هذه القصة اجاوبك على سؤالك تقول لي اش رايج في البنت فيه اساس انا اعتب على هالاساس هذا اساس وين اذا بنيب يعني دكتور اجتماعي يكلمنا بالامر هذا راح اقتنع فيه لانه في حداثات حداثة دشت علينا نعم لكن انا برضو اعتب و اقول وين تشي الام قعدة يجاب لي انا ما يقولون الام عمود البيت نعم هي عمود البيت هي اللي تعلم وهي اللي تربي وهي اللي تكبر وهي اللي تغرس وهي اللي تسوي كل شيء ترى هي المدرسة لكن صدقني الام يطلع يشتغل ويسوي وكذا الام هي ترى الاساس هي اللي تربي بالضب لكن صدقني عندنا بنات والله ينشرون بالضحب صح صح انا لا اختلف احنا اللي عارفه واللي عارفه هذا الكلام الحجي مولهه احنا قاعد نتحجي عن اللي قاعد تحاول تحمل فيه هذا الجانب هذه اللي قلة صدقني بس بهذا الموضوع صدقني قلة صدقني قلة وانا يعني اصفق حق بناتنا يعني بالخليج كله بالوطن العربي على المشاريع اللي قاعد اشوفها بعيني ترى يطبخون بيدهم صح في كثير وسوقون بأنفسهم ويبنون بيتهم بأنفسهم انا هذي انا افتخر فيهم انا ما بي اتكلم عن يعني احبط من بناتنا صدقني صدق بطركي وهم بالعكس هما الهام مصدر الهام لنا بالضبط بتركي انا دائما اقول ترى انا نقطة في بحر بناتنا وامهاتنا وخواتي اللي يطبخون في بيوتهم انا شنو اطلع جنبي يعني كل بيت كويتي انا دائما اقول كل امرأة وكل بيت كويتي خاصة لانا انا من الكويت وكل بيت خليجي يطبخ احسن مني بمليون مرة انا ممكن طلعت احنا ما نتكلم عن طباخك ممبارك احنا نتكلم عن يعني الوسيلة اللي انت استخدمتيها ووظفتي فيها مهارتك من خلالها قاعدة توصلين رسائل والناس قاعدة تتفاعل معاك نعم حبوا صوتك شافوا الطباخ اول شي وكذا جذبت الناس في عنصر جذب بعدين قمت توظفين رسائل قمت تقدمين نصائح الناس قاعدة تتفاعل معاك فالله ياجرش اللي قاعدة تسوينا الله يجزاك خير في المقابل ايضا في في السوشال ميديا ايضا ناس مشاهر شنو تعليقك عليهم هل تشوفين ان في ناس قاعدة تسيء للمجتمع الكويتي للعادات للتقاليد خلنت تكلم عن مستوانا يا ممبارك على مستوى الكويت انا اكون صادقة معاك ايه ما يؤذي عيني ومسمعي ما اضيفه ولا اشوفه هذا يعني هذا انا انا اكلمك عني نعم هناك من يستخدم وسائل السوشال ميديا بشكل لا يليق لا باسمك ولا بالمكان اللي انت فيه بلدك وهناك يعني اشخاص ما يستخدمون اسماءهم الحقيقية اسماء مستعارة وقاعدة يضرب اضرب بهذا واضرب بهذا وركب فيديوهات هذا على هذا عشان يضحك ويرتفع رقمه عمره ما كان الرقم يعني على كركتير وعلى ضحكة وعلى تأيب الناس يعيبون بس فيه ارقام قاعدة تقول انها شافه والناس قاعدة تشاهد الناس قاعدة تشوف تشوف وتعلق تشوف للناقد ولا يشوفون المترضين حابين انهم يشوفون هالأمور وشنو بالضبط تشتاير بالناس هذا هو الخطأ من وين يعني اصلحوا انفسكم قبل يعني مع احترامي للجميع انا قلت لك اول بدايتي قلت لك ما يؤذي عيني ويؤذي مسمعي مستحيل اضيفه ما اضيع وكتي علشان اشوف واحد يخرع واحد يعني والله انا ما ادري وين شفت فيديو والله انصدمت كمشها باقها يعني وبدخلها بدبت السيارة ببوقها يعني اختطاف اختطاف انا انا صبت اعظامي بطلعوا الدب بطلعوا باللونات هاي الميلاد اخر شي يعني هل هذا الامر يعني يستدعي او ان هذا الاحساب اللي حط هذا الفيديو استدعي ان انا اتابعه ضيعت وكتي انا قلت يمكن الحين بيتي الشرطة او ان في يعني حدث ان بيصير شي يعني وعندهم برامج للأسف في قنوات متبنية هذا الامر تعال خرع واحد علشان شو هذا الشي الناس تستانس وتشوف يمكن غيري ممكن يتابع لكن بالنسبة لي شخصيا مستحيل اتابعت شذي اشي طيب الافراد من فتيات ومن شباب اللي بالسوشال ميديا النشطين اللي قاعد يتابعونهم الناس بمشاهدات عالية جدا اللي يطرحونها واللي قدمونا هل قاعد يقدمون ابتكار قاعد يقدمون وصلوا الرسائل وللبعض قام على القيل والقال والمشاكل نعم تقييمة شين محليا انا اتكلم عندنا انا اقول لك في حسابات صارت للتكسب المادي يعني انا اللي سمعتها ان تركوا وظايفهم صحيح وجابة له هذا صار مصدر رزق اذا انا بالنسبة لي ما عندي ما عندي مانع اذا كان مصدر الرزق هذا يكون اللي ما يقدمه شي محترم ما في بس ما في مشكلة صار بزنس هذا صار بزنس عنده وامر جدا جميل هذا نوع لكن في انواع ثانية لا تستخدم هذا الشيء علشان يدمج بين اثنين ينشهر علشان تييلة شركات يقدم لهم دعايات وياخذ منها بيزات وبدون هدف معين ما في هدف ترى هذا شوفينها قاعد يسيئة حق المجتمع الكويت نعم نعم في اساعة حق المجتمع نعم كثيرهم اللي بالسوشال ميديا اليوم ولا قل 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 اذا بتعطينهم نسبة بالمئة والله محليا والله شوف اعتقد اعتقد الكويت نشطة جدا في السوشال ميديا صحيح يعني اعتقد انها اكثر من اي دولة خليجية اخرى الكويت القمة ترى وحتى السوق صارت سوق يعني الاسناب والتسويقي الاسناب والانستغرام صار سوق ولكويت ترى يعني اعتقد انها هي نمبر وين ما اخذ شو تشوفين الاغلبية فيه اساءة ولا قليلة قلت لك انا ما اشوف ولا اسمع الاشياء المسيئة لكن بشكل عام نعم لكن بشكل عام اعتقد انه هو ايجابي اكثر من سلبي بشكل عام انت ايضا عندك دعم خاص للمشاريع نعم اصحاب المشاريع تدعمينهم تخذين بيدهم تخذين مقابل مادي وين كان حق مشروع في هذا الجانب لكن على المستوى الشخصي مبارك نعم ما نقول لك كنت والى الان وان شاء الله لا ازال ان انا اي مشروع شبابي ما اخذ علي فلوس ما اخذ معه مقابل لكن صارت لي ظروف وصارت لي احداث وقفت وقفت الان وقفت ان انا قد اخذ شيء قبل انا عشان اعلمك شنو الطريقة ويمكن انت تعرف ما ادري ابو تركي كنت استقبل مشاريع الشباب في بيتي واغلبها كان اكل يعني يعني المعروض اكل طعام يعني حلويات او مالح او بخور عطور ملابس شراشف مناشف صابون لكن من اولها منعت ان انا اروج لمكياج ميكوب يعني او يعني كريمات فيشل يعني حق هذا انا ما اعرضه يعني لانه يتطلب امور اعتقد انه يجب لها شهادة او شيء فانت من باب الشهادات الطبية الصحية تعطي عن ترويجها تعطي عنه طيب فكانوا الطريقة يبولي مشاريعهم البيت عندي واعرض لهم وهذا الامر ساعد او فتح بيوت كثيرة او فتح او ساعد يعني مشاريع صغيرة كثيرة انها تطلع او تئب على السطح يعني النهية وهذا فخر لي يعني اذا في مشاريع اعلنتي عنها الحمدلله لقت النجاح عند الناس نعم نعم و الى الان يقولي يما ممكن تعرضي لنا مرة ثانية ممكن تسوي لنا امتنعت ووقفت لانه صارت كثيرة و ما سمح لي وقتي الان الامور عندي تغيرت ووقتي الان صار مزدحم اكثر من السابق انت ووقفت هذا الموضوع كيف صار الحين انا اروح لهم ومجانا نعم مجانا من اللي تأخذين عليه فلوس من اللي تأخذين عليه فلوس من اللي تأخذين عليه فلوس الشركات الكبيرة اللي قاعدة تزاحم الرتمο كانت الصغيرة اللي صغيرة هذي لي لambي أخذ الفلوس عليهم الشركات الكبيرة ب Brendan ب 남자 he Given that ما يصير أنا أما اللي يعطونيها يعني المبلغ اللي أخذه ترى أنا له وجه خير أخر جزال شاء الله خير هذا الأمر خاص فيك وبينك ومين رب العالمين وما يمنع أنك أنت بين فترة وفترة ترشدين الناس في أعمال الخير فتعتبرين قدوة لبعض الشباب والفتيات والمحبينك والمتابعينك ليش لا لما تقدمين أنت عمل الخير وتقولين هذا اللي راحيني ترى راح للمكان فلاني قد يتبعك الكثير في هذا الجانب وتؤجرين عليه بارك الله فيك ومبارك سعد جداً بلقائي معك في استثامة تبين تقولين كلمين والله يقول الله يحفظ الكويت آمين يا الله واللهم آمن بأبطاننا جعل المودة بين الكويتين إن شاء الله ما تغير عندنا غيادة حلوة وعندنا روح طيبة ترى الكويتين معروفين أن روحهم طيبة مع بعضهم بعض رب يحفظ الخليج كله والأمة الإسلامية كافة آمين غادة المسلم مبارك الناشطة بوسالة وصلتش معي شكراً جزيلاً لك حياك الله الله يسلم كل الشكر للافتنا الكريمة والشكر موصل لكم مشاهديننا وين ما كنتوا التابعونا كنت معاكم مراشد حسن وأقولكم تصبحون على أمن وأمان وصحب الأبدان إلى اللقاء